الشركة المتحدة للإنتاج أو الخدمات الإعلامية شركة اللي بتملكها جهة سيادية في الدولة أو بتمولها جهة سيادية في الدولة وبتتحكم فيما يراه ويسمعه ويقرأه المواطن المصري كل يوم على التلفزيون وفي الراديو وفي الصحافة وحتى على مواقع التلفزيون وفي السينما ولو قررت تتفرج على مسلسل أو حتى أغنية هتلاقي الشركة المتحدة اللي بيندفع لها من ضرائب حضرتك على حساب التعليم والصحة والأمن والمواصلات هي المتحكمة فيها المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة واسمه المهندس حسام صلاح الشركة المتحدة دي هي واحدة من الأسباب اللي قدت إلى تدني الحالة الاجتماعية للمواطن المصري وقدت إلى انتشار الجريمة في المجتمع المصري وقدت أيضا إلى زيادة معدل الجرائم الغريبة في المجتمع المصري بسبب ما يقدم في المسلسلات والأفلام قدت كمان الشركة المتحدة من خلال مجموعة من الأعمال آخرهم أعمال عرضت في رمضان اللي فات إلى زيادة العنف أو زيادة تقدر تقول الطائفية والتنمر ضد الملتزمات والمحجبات بسبب تصوير الملتزمة أو المحجبة إن هي مش عارف إرهابية أو إن هي متطرفة الفكر أو حتى إن هي أقل في الفهم والإدراك من غيرها النهاردة بقى الراجل المتحدث باسم الشركة المتحدة اللي عملت كل ده بيتعرض لواقع التنمر بسبب حجاب بنته ومراته قال إيه؟ المهندس حسام صلاح بيقول إن ممثلة مبيعات إحدى قرى الساحل الشمالي الشهيرة ورفض ذكر اسمها منعته إنه يشتري شليه لأن مراته وبنته محجبتان وطبعا شايف زي ما هو كاتب كده في البوست وبيقولي أستاذ المحترم صاحب السمعة الطيبة صاحب القرية أو مجموعة القرى طز فيك وفي قريتك حتى لو أنت أحسن مكان في مصر لا يشرفني زيارتك حتى زيارة أحد جوه قريتك وأكيد مصر مليان أماكن عايز أقول للسيد حسام صلاح أنتوا اللي حضرتوا العفريت أنتوا اللي حضرتوا العفريت عفريت التنمر وعفريت الفرقة وعفريت تأسيم المواطن المصري ما بين أو المواطنة محجبة ومش محجبة وبيصلي وما بيصليش ومش عارف أنتوا اللي حضرتوا عفريت البلطاجة والفساد في المجتمع على الرغم من تضامني مع المحجبات وتضامني أيضا معاه في هذا الموقف لكن بقوله بما كسبت أيديكم نتمنى وزي ما عرضت قبل كده قرار لنائب وزير السياحة قبل كده أنه هيكون في حسم في هذه القضية نتمنى يكون فيه تحرك في هذه القضية أنا عارف بطبيعة الحال القرية واسمها واسم صاحبها لكن مش هنقوله لأن صاحب المنشور أيضا رفض أنه يعلن عنه رفض أن تحرك في هذه القضية